السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله اليوم في مراجعة اخرى وضيفنا اليوم هو كيس ايفولوشن من شركة كوغر في البداية نقدم شكور خاص لمتجر طبيب الكمبيوتر لتوفير هذه القطعة للمراجعة تقدم شركة كوغر كيس بحجم فول تور باسم ايفولوشن الكيس يأتي باللون الاسود وتوفر منه نسخة باللون الابيض نبدأ بوجهة الكيس الامامية حيث فتحاته المخصص لقالعاته لقراص مثل ما نشوف عند ازالة الاغطية توجد ثلاثة اماكن الاغطية الرابعة والخامسة والسادسة نجد مكان مخصص لتثبيت مروحة يمكنك عند الحاجة ازالتها واستبدالها بقالعات اقراص او اي شيء مشابه اسفل منها نجد مروحة مثبتة موجودة مع الكيس وامامها فلتر هواء طبعا الاغطية يمكن ازالتها عن طريق ازالة الواجهة الامامية بالكامل ثم ازالت ما تحتاج من الاغطية هذه الطريقة موجودة في عدد من الكيسات لكن اللي اعجبني هو كون القطع المسؤول عن تثبيت الواجهة في الكيس مصنوعة من معدن بخلاف العادة انها تكون مصنوعة من البلاستيك الذي يعيب البلاستيك انها بعد فترة يصير مع اي ضغط او مع اي قوة ممكن ينفصل بسهولة من الاعلى نجد زر تشغيل الجهاز منفذين نيوس بي 3 منفذين نيوس بي 2 مدخل المايك والسماعات ايضا هناك متحكم من المراوح اسمعلك تتحكم بمجموعتين مختلفتين من المراوح خلفها نجد احد اهم ميزات الكيس بالنسبة لي وهو مدخل يحتوي اعلى الشعار كوغر لكن يمكنك من خلال ضغطه تثبيت SSD او HDD وتشغيله بكل سهولة وهذا من الممكن يوفر عليك الكثير الكثير من الوقت في بعض الاحيان ننتقل للجهة الجانبية نرى نافذة جانبية تعطيك نظر على الكيس من الداخل وايضا يوجد مكان مخصص تثبيت مروحة بقياس 140 مم بالاسفل مكان مخصص لمزود الطاقة وايضا مكان مخصص تثبيت مروحة بقياس 120 او 140 مم ونجد ايضا اسفل مكان مخصص لمزود الطاقة فلتر لتنقية الهواء بالنسبة للمعاكين الخصص للهاردسكات الكيس يسع حتى اربع هاردسكات ويمكنك ازالة المكان المخصص لها عند الحاجة والقواعد داعم على قراص الـ HDD او الـ SSD ايضا كما توجد مروحة خلفية بقياس 120 مم لطرط الهواء الساخن من الكيس من الجهة الخلفية نرى مروحة وايضا مداخل التبديد المائي وثمن اماكن خاصة لكروت التوسعة من الجهة الجانبية الاخرى المكان مخص للكبل منقمت ما فيه اي شي جدير بالذكر مساحة خفية قرابة 9 مم وهي ما هي كبيرة جدا على كل حال لكن المساحة اللي خلف اللوحة الام كبيرة للغاية تسمح لك انك تغير اي نوع من انواع المشتتات بدون ما تضطر انك تشيل اللوحة الام الى خارج الكيس المروحة المرفقته مع الكيس هي مراوح بقياس 120 مم ذات لون اسود يأتي مع الكيس صندوق فيه عدد من المرفقات اولها هذا المحاول اللي ممكن تستخدم فيه تحويل مداخل امامي من قياس 5.25 انش الى 3.5 انش ايضا ثانيا موجود فلتر مخصص للمروحة الجانبية او موجوده بجانب النافذة ثالثا هذا الكيس اللي فيه عدد من الادلة الارشادية وهو ايضا دليل تحذيري باللغة العربية للشداد التركي ومجموعة من المسامير اللي راح تحتاجها اثناء عملية تركيب جهازك بالنسبة للإيجابيات اولا الكيس ذو شكل جميل بشكل عام ثانيا المدخل الهاردسكات الخارجي يوفر كثير من الوقت وممكن نفك عليك ازمات احيانا ثالثا متحكم المراوح المدمج بالنسبة لانتقال للسلبيات اول المسامير الخاص بتثبيت البوب الجانبية السيئة للغاية ومتعبة في عملية الفك والتركيب ثانيا الكيس مذكور انه فلتور لكن الحقيقة احيانا تشعر ان هذا الكيس اقرب ما يكون للمد تور من كونه فلتور سعر الكيس عالميا هو قربة 90 دولار بدون ضمان وبدون شحن محليا توفر كيس للطبيب الكمبيوتر مع الضمان وايضا مع خدمة الشحن المجاني في حال شراء تجميعه كامله وسعر الكيس هو 650 ريال ايضا حسب كلامهم راح توفر لون ابيض من الكيس قريبا يمكنك تطلب عن طريق موقعهم على الانترنت وايضا اذا جيت بتطلب يمكنك تستخدم هذا الكيس لحصول على خاص مقداره 100 ريال يمكنك التواصل معهم من خلال رابطهم في الوصف بالاسفل في الختام نتمنى ان المراجع حازث على اعجابكم اعطونا اراءكم بخصوص الكيس وهل حاز على اعجابكم وهل تفكر تقتني عما قريب وان كنتم استخدم هذا الكيس لا تحمل من رأيك وتجربتك فيه ختاما سبحانك روما بحمدك اشهد والله اله الا انت استغفرك واتوب اليك